موسيقى موسيقى صباح الفل أنا محمود فادي النهاردة هنتكلم على أسهل طريقة نخرج فيها طاقة الكلاب بتاعتنا من غير أي موجود مننا تعالوا نشوف الفيديو الجاي ونريع لبعد داني موسيقى 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 وزي ما انتشوفتو في الفيديو اللي فات كلب روكي روت بيجرع ترايدميل ودي ممكن تالت مرة بيجرع عليها الكلب حابب أو اللي هو يجرع عليها بيحاول يحافز على التزانه ويعاش من عليها ودي تالت مرة ده التدريب الإيجابي اللي احنا نحب بالكلب في الحاجة اللي هو بعملها فهيد الدقي أي كلب عنده طاقة زي ما قلنا طاقة الليلة متوسطة وعليه عالية جدا فبالتالي إحنا عشان بواقعيين معظمنا عندوش وقت كفاية قوي كلنا بنشتغل بنصحى الصبح فهو بقى صاحبه يعمل إيه يصحى الصبح يطلع على الترايدميل يجري وبعد كده يروح منزله ينزل يعمل طايلت يطلع يأكل وينام يروح شغله ويرجع يطلع على الترايدميل مع بقى لما يغير هدومه ويلبي سوينزل يدربه بقى ويجري معي ويلعب معي فبالتالي يطلع على الطاقة الزيادة وخلى عقله أهدى شوية فبالتالي ما يبقاش فيه أي مشاكل زي المشاكل اللي احنا بنسمع عنها السؤال دلوقتي أنا كلبي مفروض يجري قدية على الترايدميل هي بتختلف من كلب الكلب فيه كلاب حجمها متوسط وكلاب حجمها كبير اللي هي large breed تختلف من كلب الكلب فيه كلاب كمان عندها مشاكل صحية كلاب طاقة أعلى من كلاب تانية ده اللي بيحدده مين المدرب اللي معك بيحددلك الكلب هيجري الديه على سرعة ايه الاول هنبتدي بلازم تبقى ترايدميل فلات الكلب بيجري عليها ويكون بنحدد سرعة قليلة في الاول يعني مش بنشغل سرعة عليها جدا وبعد كده طب السرعة دي او ده يعمل ايه في كلب بيخلي الكلب جسمه فت رياضي رشيق شوية شوية لو حابين مثلا نعمل كلب جسمه رياضي بنرفع ترايدميل شوية بنعليها لفوق فلما تعلم فوق لكلب عضلات على حسب البرنامج زي ما احنا قلنا ودي المدرب هو اللي بيحدده وبالتالي انت كلبك طلع طاقة زيادة وانت مش محتاج انت تخرج او يبقى عندك وقت كبير او يقدر تطلع فيه عشان خلينا ووقعيين كلنا بنشتغل وكلنا وعندناش الوقت الكافي ليحافظ على اللي هو يخرج كلبه باستمرار او الوقت الكبير اللي طلع فيها طاقة كلبه لو عندوكو اي سؤال اسألوني على البيج على اليوتيوب رقم موبايل موجود هنرد على كل اسئلتكم وهو تنسوا لايك وسبسكرايب للبيج بتاعتي او للشانل بتاعتي على اليوتيوب عشان فيه كل جديد وفيديوهات كتير شكرا لكم سلام عليكم سلام عليكم شكرا لكم